اغلاق منابر اعلامية واحتكار نقل المعلومة وعودة البلاد لسياسة الصوت الواحد كان هذا ما رآه كثيرون بشأن بيان اللجنة الامنية بتعز فيما يخص اغلاق مكتب قناة الجزيرة اللجنة الامنية بتعز وفي بيان لها قالت ان اغلاق المكتب جاء بسبب تقطية القناة التي لا تتناسب مع مسار معركة الجيش في انهاء الانقلاب لكن موجة تهكم في الوسط الصحفي قالت ان هذا الفعل جاء منافيا لحرية التعبير باعتباره انحرافا عن مسار الديمقراطية وقيامها المتعددة ما يقارب الثلاثة عقود مرت وما زال اليمنيون يعيشون نقاشا هل الحرية هبة ام حق وهل شكلها السياسي والاعلامي منحة تقدمها السلطات الحاكمة ام انها التزام كفلته القوانين والاعراف المحلية والدولية معاقبة الاعلام وممارسة الضغوط عليه بسبب مواقفه او افكاره عرفت به السلطات والمجتمعات التي لا تتكيف مع فكرة الحرية والتي ما زالت تنظر للوسائل الاعلامية باعتبارها عدوا لا كونها مجرد اداة لنقل الاحداث مراقبون قالوا ان اللجنة الامنية وبدلا من مناقشة الملفات المصيرية للمحافظة وما يتعلق بامنها ذهبت بعيدا الى التضييق على الحريات الاعلامية لتخلق اسئلة عديدة عند اخرين حول اولوية عمل الاجهزة الامنية في معالجة مشاكل المحافظة لا تقف المخاوف من اغلاق المنابر الاعلامية عند مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية فقد اصبح هناك مناطق اخرى تمارس ذات الفعل وان اختلف حجم التضييق على الحريات